النادي الإسماعيل حيث كان فيه مؤتمر النهاردة لتقديم الوجوه الجديدة أو التعاقدات الجديدة صفقات الجديدة النادي الإسماعيلي والحقيقة ي� Imprese كثات مهمة جداً وصفقات قوية جداً يمكن بعد الصراع الساخن جداً جداً بين الأهل والزمالك في الصفقات ونقل الصفقات للمسم الجديد كمان النادي الإسماعيلي يمكن 7 أو 8 صفقات من العارة إيل وأعتقد أن هم حيفروقوا كتير جداً في نتائج النادي الإسماعيلي مع بالتأكيد أحمد حسام ميدو المدير الفني النادي الإسماعيلي اللي فيه ثقة كبيرة جدا جدا مستمدة من رئيس مجلس إدارة العميد محمد أبو السعود ومجلس إدارة النادي الإسماعيلي وكمان جمهور النادي الإسماعيلي متفائل جدا جدا بالمدير الفني الجديد لنادي إسماعيلي أحمد حسام ميدو وكل الصفقات الجديدة وآخرها طبعا شيكبالة والآن هو المشكلة بتاعته وانضم بشكل رسم النادي الإسماعيلي عفرطه طبعا لاعب نادي ده منهور الموسم الماضي واللي تقلق بشكل كبير جدا أحمد سمير الباكليفت نادي الزمالك والمعار اللي هي النادي الإسماعيلي لمدة موسم عماد حمد من المنصورة طه عادل من ودي دجلة مروان محسن جيل فانستي البرتغالي وتقلق جدا مروان محسن باليوم كان موسمين في البرتغال والغاني تاريك جبرين صانع ألعاب بوكاسبور التوركي وده يمكن بعض اللقاطات من المؤتمر الصحفي النهاردة ومحمد صبحي من سموحة سعد حسني زهير أيمن الجونة ويمكن في الحياة تصريحات مهمة جدا لسرعة العميد محمد السعود أن كلهم ثقة في أحمد حسام ميدو أن يقدر يعود بالنادي الإسماعيلي المنافسة على البطولات في الفترة القادمة والصفقات الحياة اللي قدر النادي الإسماعيلي ينهي هذه المرحلة أعتقد أنها مهمة جدا وحد تساهم معه يمكن دي صورة يمكن أعتقد شيكبالة عفرطه وأحمد سمير وحسني عبد الربو ومحمد صبحي اللي كان في النادي إسموحة الموسم الماضي مع مجموعة اللعبين الموجودين في النادي الإسماعيلي إداروا يحايعودوا مع أحمد حسام ميدو للبطولات كل توفي النادي الإسماعيلي الفترة القادمة ترجمة نانسي قنقر